مايك بومبيو الذي عرف وهو وزير الخارجية الأمريكي بمواقفه الصلبة والحاسمة تجاه إيران فالرجل الذي رئيس جهاز السي آي آي يعلم الكثير من كواليس النظام الإيراني وعن خطره على المنطقة واستقرار العالم وطبعا مثل الرجل عند تعيينه كابوسا لإيران مثلا تطبقت رؤية بومبيو سقر المواجهة الرئيسي مع إيران في الإدارة الأمريكية مع رؤية الرئيس ترمب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي وخطوة درسها الرجلان بدقة وقاما بالدوس على الاتفاق سويا لكن وزير الخارجية الأمريكي أبقى الباب مواربا مع طهران وذلك لإمكانية صياغة اتفاق جديد بشروط انطلقت بثلاث لاءات لا للملف النووي لا لسياسة القمع الداخلية للنظام الإيراني ولا لبرنامج الصواريخ الباليستية بومبيو قال في السابق إن الاتفاق النووي لم يقلم أظافر إيران بل إنها أصبحت أكثر شراسة في الشرق الأوسط ليتثبت الجميع من صحة خطوة الانسحاب من الاتفاق فالميليشيات لا تزال تتمدد والضحايا من المدنيين يزدادون يوميا في العراق اليمن لبنان سوريا اليوم ستفعل واشنطن بحسب سقر خارجيتها بومبيو إذن آلية تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران والتي رفعت في إطار الاتفاق النووي